هذه أكبر كذبة من طريق البشرية الحكومة قبل حصول الانتخابات النيابية بتمرير مشروعها الذي يحمي المصارف ويعطيها المشروعية على حساب المودعين فهي تسعى إلى تمرير الكابيتل كنترول خلصة لكي تحمي البنوك على حساب أموال الفقراء والمودعين الكابيتل كنترول يعملون من أول مسارة الثورة من ثلاث سنين تأخروا كثير هلأت يوم ويعملوها طولوا بينهم لهربوا مصريتهم الشبيب إلى بره وهلأ هم يمطلوا فيها بس لحتى يصيروا بالسيف بهذا الموضوع وعلى دوقا بيرجعوا الشعب اللبناني بيبلش يقصوا فيه هاي دي بحسة مسرحية على كل العالم ما رح يوصلوا لنتيجة نهائيا وتعوضنا بهالبلد منظومة مافيا حكمتنا صار إلهم من سنة التسعين لاليوم شو عبدنا أكتر من هيك عب يكذبوا علينا والشعب خلص معاش يتحمل وين الثورة تتفضل تنزل على الشارع يعني مش بس وقفت هون في شي قبلة من شيء لا كهرباء لا ما لا حياة اجتماعية ما في شي بريح كله تبرئة تبرئة تزمي للمصارف بس ما فمت أنا بقانون الكابيتال كونترول لحد اليوم شو قدم للموضع ما إيجابيات شو اللي بلاس اللي عم يعتينيه كنا بنعرف اليوم السنسابية بالاتخاذ القرارات السنسابية يعني فيه شخص فيه حول اليوم مئة ألف دولار التاني ما في حول خمس سنين الف لأبنه اللي عم يتعلن بره وبالتالي السنسابية واضحة كتير والناس صارت مش غشيمة بس الناس ما بعرف ليش تروضت تعبد ارفت اللي عم يصير اليوم غير مقبول وما في نتيجة مرجوة من القانون اللي بدون يععملوه يمكننا القول إن الكابيتال كونترول هو لحماية المصارف لأن أغلب الأموال أو الكتلة النقدية الضخمة خرجت من البلاد وها هي المصارف اليوم تبحث عن براءة ذمة عن كل ما ارتكبته في الفترة السابقة وتبحث في نفس الوقت عن حماية لها من الدعاوى التي ستواجهها في المحاكم الأجنبية الخطير وغير المقبول في الموضوع أن نص الكابيتال كونترول شرع تسديد الودائع بالليرة اللبنانية وهذا الأمر يؤدي إلى هدك حقوق المدعين في النهاية يتخوف الكثير من الخبراء المصرفيين والماليين والاقتصاديين من أنه في حال تم أقرار قانون الكابيتال كونترول ستكون النتيجة تدمير الاقتصاد اللبناني والقضاء على أي أمل للمدعين باستعادة أموالهم التي جنوها بعرق جبينهم ويحاول المسؤولون في الدولة استطوى عليها وبقانون أقل ما يقال فيه إنه قانون حماية السارق ترجمة نانسي قنقر